سؤال عن الإشاعة الإشاعة يعني للأسف يعني تضر ضرا عظيما والله سبحانه وتعالى حذر منها في كتابه العزيز فقاله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فتدبروا قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لا يجوز لنا أن ننقل هذه الإشاعات كلما وصلنا شيئا الآن ابتلينا بهذا الواتساب وغيره بعض الناس كلما جاءه واتساب نشره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمعه تصور لو كل شيء تسمعه تحدث به لكذبت كذبا كثيرا لو أن كلما جاءني شيء كلما سمعت حدثت به سأنقل كذبا كثيرا معنى هذا إيش أن كثيرا من الذي أسمعه كذب فلا يجوز لنا ولا عذر لنا أن نقول الناس كتبت وأنا مجرد ناقل وناقل الكفر ليس بكافر غير صحي هذا الكلام على أطلاقه هكذا أبدا بل يجب علينا أن نتريث وأن تثبت خاصة إذا كان فيه يعني طعنا في الناس في ذممهم في دينهم في أعراضهم لمجرد أننا سمعنا شيئا فنقلنا فيجب علينا أن نتريث والله تبارك وتعيقو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم فأي شيء يصلك برسالة الواتساب أو غيرها أو كذا أو في الصحف أو في غيرها لا تنقلها حتى تتثبت منها واحد يقول قل الله كل هذولا تثبت منهم لا مو لازم تحدث فيها اسكت لكن إذا أردت أن تحدث بها تثبت إذا ما كنت رأي أن تتحدث بها الحمد لله تركها أحملها لكن تريد أن ترسلها إلى غيرك تثبت منها فإن كانت حقا أرسلها إلى غيرك وأنت قد تثبت منها إن كانت غير حق فلا ترسلها إذا كنت لا تستطيع أن تتثبت أو ليست لك النية أن تتثبت منها فدعها ليس بالضرر أن ترسلها وأنا أحدثكم بقضية وقعت لي قبل يومين حقيقة جاءني شخص أعرفه وأعرفه يعني خلقه ودينه أحسبه كذاك والله حسيبه سبحانه فقال لي خرجت علي إشاعة أضرت به وما قال كسر الظهري لكن قال أضرت به والبيع عندي نزل بسبب هذه الإشاعة قلت له ما هي الإشاعة قال اتهموني بأني بعثي وإني أساند النظام في سوريا وطلعوا إشاعة لا تشترون من فلان لأن بيع وكذا كلا يذهب إلى النظام في سوريا قلت له والله مستعى أصمر والله يعينك بعد ما خرج مني بساعة أو ساعتها ولا توصلني الرسالة نحذر من هذه الشركات وهذا كلهم يساندون البعث في سوريا وأموالهم تذهب إلى سوريا شوي ولا مطعم صاحبنا حاطينا وأنا أعرفه بالرجل بالعكس الرجل يبدل أموالا ضد يعني نظام السوري ورجل من نهل السنة كويتي يعني من نهل السنة وحريص على السنة ومنفق في سبيل الله تبارك وتعرفه جيدا طيب وإذا وصلت الرسالة تقول يعني احذروا من هذا المطعم لأنه يعني يساند البعث فما يجوز نتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وأنا ما أريد أن أذكره لأنه لا تقول نسوي لدعاية روح تشتروا مننا لا أنا أقول لا تشتروا مننا مو لا تشتروا مننا لأنه في شيء لكن لا أعمل له دعاية لكن حقيقة يعني خلقي الناس قامت تنشر هذه الدعايات بعمر ما تقول أنت ما عندك مو مطعمك طيب عشان في عمر مطعم أو مطاعم المعلم كان سمعت في مطاعم المعلم فجاني صاحبة قال لي أنا بعثي يقول لي قلت له قال شوف يقولون عني كذا بعدها بساعتين وصلتني الرسالة فالمهم علينا نتق الله تبارك وتعالى حقيقة في مثل هذه الأمور وأن لا ننشر هذه الأشياء بل ولا نصدقها حتى نتثبت منها والله المستعان ترجمة نانسي قنقر